موسيقى موسيقى على فكرة كلمة سمصار كلمة مش سايقة ومشعب بس أداء الشخص نفسه هو اللي بيكون سايق معروف أنه بيقال سمصرة البورصة على فكرة شركات سياحة هي نوع من أنواع السمصرة المرخصة لأنه شركة سياحة تبقى وسيط ما بين العميل وشركة الطيران لو حضرتك راح تحجيزي تذكرة أو بتحجيزي رحلة أو فندق بس بشكل مرخص وشكل نظامي المشكلة أنا بشوف أنها مشكلة مواطن ووعي مواطن أنه بالذات في الأقليم سواء في بحري أو هي المنطقة الوسط الدلتة أو في الصعيد المواطن البسيط لا يسق إلا في الشخص اللي عايش معه داخل هذه المنطقة زي شيخ الجامعة أو إمام مسجد أو أي واحد اللي هو يعرف العامة داخل هذا المجتمع تمام وبيلجأ له بس مش في حكاية أنه يطلع معه رحلة حجه وعمره لا بيلجأ له في كل شيء تفاصيل كتير في حياته طبعا مش عيب أنه يلجأ لهذا الشخص أنه يبقى وسيط بينه وبين الشركة لكن العيب أنه هو ما يعرفش حقوقه اللي ليه مل عليه تمام وأكتر موضوع في هذا الموضوع هو موضوع الحج تحديدا العمرة الموضوع مش صعب قوي لكن الحج بيبقى صعب ليه؟ ممكن زي ما بيطلق على علاقة بالسمصار الغير ملتزم يقوم ببيع خدمة نقول مثلا قال له أنا هتلعك هتسكن أمام الحرامين وهمية مش موجودة لا أمام الحرامين لا تبعد 100 متر مثلا ويروح يتفق مع الشركة على مستوى اقتصادي يبعد عن الحرام بكيلو أو كيلو ونص هنا تحدث المشكلة لما المواطن بيصل إلى المملكة العربية السعودية بيلاقي الموضوع مختلف المشكلة بيتفاجئ أنه زي كان بعيد وهي مش اقتير بالضبط أو أي نوع من أنواع عداء الخدمة كمستوى فندق أو خلافه تمام فهي دي أنا شايف أنه مربط الفرس أو أساس المشكلة وعي المواطن يعني هو أفهم من كلام حضرتك أنه السمصار هنا هو ما بين المواطن وشركة السياح بالضبط يفهم هو الشخص الوسيط بينهم الوسيط ما بينهم ده بيكون موجود في الأقاليم بس ولا موجود في القائلة هو طبعا أغلبه بيبقى في الأقاليم وفي الصعيد لأنه الثقافة والوعي وبعد المسافات يعني مثلا ممكن هتلاقي في ناجع أو قرية لشركة السياحة بالضبط ناجع أو قرية ما فيهاش أي منفذ لبيع أو ما فيهاش فرع لشركة السياحة فبيلجأ إلى هذا الشخص أو زي ما أنا قلت في الأول ما عندوش ثقة غير في أهل بلده أو واحد من بلده فبالتالي يقول أنا دي للراجل ده الفلوس بدل ما ديها الواحد مع أنه لو راح الشركة هياخد سائصال وحيعرف تفاصيل أكتر وخلافة هو الثقافة بقى بالنسبة له أنه هايزين فلوسه في الشركة وهم يعرفون شو كيفة كلام لكن الراجل ده يعرفه وفي نفس الوقت إحنا بنقوم كغرفة شركات سياحة بنقوم يمكن بحملات توعية قبل المواسم الهامة زي رمضان والحج أنه يجب أن تعرف حقوقك حتى ما بنروحش ناحية حكاية أنه سمصار أو غير سمصار بنقول اعرف حقوقك اعرف أنت مسافر مع شركة إيه اعرف تفاصيل البرنامج خدها بشكل مطبوع من الشخص اللي راح يمثلك أمام هذه الشركة فأنا شايف برضو أنه يجب وضع فئة ألسى مصر وهي مهنة الوساطة بشكل عام أن توضع تحت رقابة يعني يبقى ليهم زي شكل قانوني مرخصين مرخصين بحيث لو حصل تعامل يتم بشكل رسمي على فكرة موضوع البروكرز دي في قطاع السياحة مش موجودة في مصر دي موجودة على مستوى العالم يعني حضرتك حتى السياحة اللي بيجولنا من الخارج جاي من سا مصر بيبقى شركة سياحة وراها بروكر إنه هو بروكر عبارة عن إيه واحد يعرف كوميونيتي كبيرة عن طريق السوشيل ميديا أو واتفر أياً كان أنا أتكلم على الأجانب بيبتدي يلب المجموعة عشان يعمل ديل أحسن وياخدوا سعر أحسن ويسافروا مع بعض يمكن حتى على المستوى الهاي ستاندرد هنا في مصر بيحصل كده جروب عايز يسافر فيبتدي يفوض أحد الأشخاص من المجموعة إنه يروح يتفاوض مع شركة سياحة عشان بدل ما يحجز أوضة يحجز عشرين أوضة فتكون النتيجة أرخص شوية أرخص فالوضع مختلف بقى بالنسبة للحج والعمر ليس هناك ثقافة لدى المواطن أنا أفوضت شخص أفوضه مفيش مشكلة بس أتيقن أنه الخدمة اللي هو حيجيبها لي أو حيجيبلي مقابلة رحلة عمرة تكون واضحة وصريحة طيب السمصار هنا وإحنا بنتكلم عنه بياخد نسبة تقريبا قد يعني نقول مثلا البرنامج الاقتصادي في الحج أو البرنامج الاقتصادي في العمرة الديل بيبقى شكله إيه بقى بص يا حضرتك طبعا في خلال الأربع سنين أو الخمس سنين اللي فاتت حصل عدم انضباط في السوق كان زمان المندوب ده بياخد مبلغ بسيط أو نسبة لا تتعدى الواحد أو اثنين في المية أو ثلاثة في المية من قيمة البرنامج النهاردة بقت مفاوضة بمعنى أنه بيع وشرة وقد يمكن هذا الموضوع إلى انهيار في منظومة القرعة بتاعة الحج السياحي لأنه تحكم في الجوازات أو تسليم الجوازات للشركات هؤلاء السمصر فبالتالي وصلت المبالغ إلى أربعة تلاف وخمس تلاف جنيه عمولة على الفرد أربعة وخمسة؟ خمس تلاف جنيه في الحج في الحج في الحج فللأسف طبعا الشركات لنتيجة ندرة وجود الحجاج فبتردخ الشركات اللي هي ضعيفة بتردخ أو الصغيرة بتردخ للمطالب المغالى فيها وبينتج عن كده طبعا سوق خدمة لأنه المبلغ كبير آه طب قبل ما اوصل للحتة دي عشان نفهمها البرنامج مثلا في شركة كويسة تمنوا مثلا بالنسبة للعمرة أو بخلينا في الحج الاقتصادي تمنوا مثلا خمسين ألف مثلا السمصار لما هيجي سوق هيسوق بنفس الخمسين ألف مزبوط مش كده لأن المواطن هيبقى بالنسبة له مقارنة أنه هدفع هنا ليه أزياد والشركة بتقول كذا يبقى هنا هيرجع في النهاية على الشركة اللي هتخفض من الفلوس فتخفض من الخدمة المقدمة بتدي له جزء من ربحها كبير فبتكون النتيجة أنه الخدمة بتقل وفيه نوعية تانية للأسف دي بتندرك بقى تحت الطبع يعني تحت المسمى النصب أنه البرنامج زي مثلا حضرتك قلتي مثال بخمسين ألف جنيه يجي رايح للحج يقوله ده بخمسة وخمسين ده بستة وخمسين بياخد من الحج ويرجع ياخد تاني منين؟ من الشركة من الشركة هو ده بقى سوق التواصل ما بين الحج والشركة المنفذة طب الشركة لما الحاج بقى بيسافر معها بيعرف سعر البرنامج كيف طبعا بيعرف ده أول حاجة حضرتك المواطن المصري معروف أنه هو أسئلته كتير أول ما بيقعد جنب معتمر أو حج جنبه أول حاجة بيسأله قبل أنت اسمك إيه أو سكن معايا أو لمسا يقوله أنت لفعت كامل فبيبتدي تنفجر المشكلة ويتخيلوا أن الشركة هي اللي قامت بعملية النصب وده طبعا غير صحيح بالمرة لأن الشركات بالذات في الحج أسعار محددة من قبل وزارة السياحة ومن يخالف هذه الأسعار بتكون النتيجة أنه بيلغى ترخيصه أو بيوقف نشاطه الكل لمدة لا تقلع عن عام فالصح أنه المواطن يتيقن تحديدا في فريضة الحج من مستوى البرنامج اللي مسافر عليه وعلى فكرة بقى موجود الكلام ده على المواقع الإلكترونية وإحنا كغرفة شركات السياحة بنعلن الأسعار في الجرائد والصحف الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة من خلال حضراتكم يقوم قبل الحج حتى أن الحج البري بكذا والحج الاقتصادي الطيران الاقتصادي بكذا الأربع نجوم بكذا والخمس نجوم بكذا يعني ليجب المواطن اللي هو هيقدي فريدة الحج يقوم أولا بالتأكد من السعر المعلن ونوع الخدمة ويلجأ لأي حد لو هو هيجيب له ميزة أو هيسفر معاه أو هيقدي له خدمة بشكل شخصي يلجأ بقى لما يطلق عليه لقب السمسار طيب ما إحنا في الحجة دي اتفقنا أنه هو حتى لو البرنامج معلن بسعر معين هو السمسار هيلجأ لحيلة أنه هياخد من الشركة فبالتالي الشركة هتخفض في الخدمات المقدمة هو في الحج ما بينفعش تخفيض الخدمات المقدمة الحج الموضوع مقفول في النحس مقفول يعني زي ما بيقوله تراكس بيتمشي عليه لأنه السكن بيبقى معين من قبل وزارة السياحة مراقب فيه مفاتشين بينزلوا للحجاج يوميا بيسألوهم مستريحين مبسوطين ولو حج عنده شكوى أنه دفع فلوس لو سأل حج معاه في نفس الغرفة أنا دفعت كام فقاله أنا دفعت زيادة بيتم استدعاء الشركة أو التحقق هل فعلا الفلوس دي وصلت لها ولا أخدها السمسار وإحنا يمكن من ضمن الحاجات اللي عملناها من 6-7 سنين أنه عملنا عقد ما بين الحج والشركة ويجب أن الحج من خلال برنامجه المحترم أن الحج يوقع على هذا العقد ويتطلع عليه فيه تفاصيل البرنامج والسعر المتفق هو ده عادة ما بيحصلش بس يعني شو كل الناس بتعمله يعني أكيد أنا بقول لحضرتك عشان برضو موضوع يوقع عقده وبتاعه والكلام ده خصوصاً من الوسيط والسنصور فيه ثقافة مش موجودة لكن فيه الشركات الملتزمة بتصر أنها تخلي الحج يوقع عشان تقفل باب الشكور حتى لو وصلت له إلى منزله حتى لو كان بعيد أو بتبعت له مندوب يخليه وقع على العقد فموضوع السمسار موضوع موجود على مستوى العالم يجب أن نتعامل معه بواقعية بس أنا شايف أنه يجب وضعهم في إطار قانوني عشان لو أخطأه يكون هناك محاسبة قانونية لكن لو هو ليس لها وضع قانوني أو سجل تسجيل في غرفة شركات تسجيل في وزارة السياحة هيعمل اللي هو عايزه في ضعاف طفوس وفي ناس منهم كويسين مش وحشين لكن أنا بعتبر أنه أغلب اللي بيتعامل في هذه المهنة وتحديداً في فريدة الحج بيحصل مشاكل كتير نروح للعمرة بيعتبر أن الفترة دي موسم العمرة تقريباً الديل بقى بيبقى شكله إيه؟ وبيطلع بفلوس قد إيه للسمصار؟ طبعاً مش زي الحج هو طبعاً العمرة بتصل عملته من 600-700 جنيه إلى ألف جنيه من قيمة البرنامج اللي هو هنقول عمرة رمضان السنة دي بتبدأ من 18 ل23 أو 24 فلما هو ياخد 600-700 جنيه دي في حدود 5% أو 4% فهو شيء مش سيء بس نرغب أنه برضو المعتمر أنه يتأكد من أماكن الإقامة بيروح يسوأ له هذا البرنامج بيقوله أنه أنت حتسكن قريب الحرب حتسافر طيران شكله كذا المواطن البسيط بيفاجأ أنه الخدمة ليست مؤدية بنفس الشكل فهي اتهم المنفذ اللي هي شركة سياحة في حين أن شركة سياحة برنامجها معلن وواضح اللي هي ادته للوسيط اللي جاب المواطن ده فبرضو إحنا بنحاول أنه نعمل برنامج توضيحي الناس طبعا ما بتقابلش الشركة غير في المطار أو في منفذ الصفر بنخلي المناديب على قد ما يقدروا اللي هم مسافرين مع المعتمرين أنهم يطلع المواطن على البرنامج وعلى فكرة جواز الصفر اللي بيستلموا المواطن عليه التأشيرة الصفحة المقابلة في سكن مكة وسكن المدينة والسعر المعلن وبخط موسق من الشركة وخط من وزارة سياحة طب المواطن يتأكد إزاي من الموقع الخاص به الخاص بالفندق بتاعه ومن دقة المكان اللي تقاله أو دقة المسافة اللي تقاله طيب في العمرة تحديدا زي ما قلت حضرتك يفتح جوازه حيلاقي التأشيرة على الصفحة اليمين الصفحة الشمال فيها خط فيها سكن مكة، سكن المدينة، تاريخ الصفر، وسيلة الصفر حتى نوع شركة الطيران والسعر، هو ده بيانات مبسطة عن البرنامج فلما يفتحه ويجد أنه البيانات اللي قاله عليها هذا الشخص مخلفة يقوم بيتقدم بشكوى مباشرة للجهات المعنية بس يجب أنه يقرأها بينه فاجأ أنه طبعا أغلب المواطنين أو المعتمرين البسطاء ما بيشوفش حتى التأشيرة والجواز بياخد الموضوع سماعيا سماعيا بياخد الجواز يحطه لغاية الصفر ويفاجأ أنه هذا المواطن أن البيانات وصلت له غير دقيقة أو أن الشركة ما عملتش مشكلة لأنه لما بيشتكي فالشركة بيقول له افتح جوازك وشوف البيانات اللي في الصفحة اللي على الشمال فبيلاقيها مطابقة للفند واللعت فيه لأنه الشركة لو خلفت هذا الإجراء بتكون النتيجة برضو جزاء إقاف، لفت نظر، رد مبالغ لو هي فعلا قاصدة لكن هي المشكلة بتحدث بقى المعلومة وصلت إزاي عمتا هو القانون في القطاع السياحي مجرم السمصار أو عمله بس أنا بحب دايما أتكلم على الأرض الواقع هذه الطبقة أو هذه النوعية من الناس موجودة بشكل كبير جدا على مستوى العالم هو فرضة نفسها يعني وفق مش فرضة نفسها آليات السوق بتخليهم يفرضوا نفسيهم فبالتالي نبقى واقعيين ونقنن هذا الوضع نقننه بأي شكل بل بالعكس ده ممكن بقى يدفع ضرائب يدفع تأمينات للدولة وخلافه والملتزم منهم هيبقى سعيد بهذا الشكل لأنه قنن ما بقاش زي ما بيقولوا كده واحد واقف في الشارع بيشتري ويبيع يعني احنا بنطالب هيكون عندهم رغبة في ده وخصوصا بيكلم بقى على الضرائب والكلام لا 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 يعني بنطالب الدولة أنها تتدخل بشكل مباشر في هذا يعني يوضع زي قانون أو حاجة لسه مصر بشكل عام مش في قطاع السياحة بشكل عام مواحداتك فيه سماصر اتباع أراضي فيه سماصر اتباع شؤة فيه وكل دول غير مقننين طب ليه ما يحطوش ما يبقوش مقننين لهم سجل تجاري ولاهم بطاقة ضرائبية ومش عشان أنهم يدفعوا ضرائب عشان يبقوا مراقبين ومتابعين في أداء الخدمة الخاصة بهم مش بس لمجرد أنهم يدفعوا ضرائب للدولة حتى لو ما دفعوش مش مشكلة بس أنا حصره عارف مين حتى المواطن لما يروح له يقوله أنا مرخص أنا من حق أن أنا أجمع وأودي من حق أن أنا أعمل ذلك وبعدين منافذ الشركات يعني برضو يعيب على المواطن منافذ الشركات هناك أكثر من ألفين شركة مركز رئيسي وخمس تلاف فرع على مستوى الجمهورية يعني سبع تلاف منفذ بيع على الأقل اتعب نفسك شوية حتى لو اتفقت مع سمصار ووصل لغاية هذه الشركة وتأكد أنه صحت المعلومة مضبوطة حضرتك قلت بقى المفيد هو القصة في ثقافة المواطن نفسه والثقة أنا بطلق في فلان فخلاص أنا وراف فلان دا ختما في الموضوع ده في قصة العمرة تحديدا وانتقانا للحج نقول للناس ايه يختم الفقرة دي زي ما حضرتك تفضلتي كده في الأول أنا بطالب المواطن بشكل بسيط أنه يتأكد من تحديدا خلاص العمرة على الأبواب وانتهت الإجراءات بتاعتها الحج بقى لأن القرعة السياحة ظهرت خلال 24 ساعة لفاته بيعرف زي كان نجح أو صقت عن طريق الموقع الإلكتروني لوزارة السياحة يتوجه لشركته حتى لو رايح من خلال شخص آخر ويتأكد أنه نجح ويتأكد أنه من قيمة الاشتراك وده يعني هو مسافر لأداء فريدة صعبة وليست سهلة ودفع فيها فلوس كتير اتعب نفسك واصل للمكان اللي انت نجحت فيه وتأكد من صحة البرنامج وشوف السعر وشوف التفاصيل عشان تبقى جاهز وانت مسافر عارف هتقعد فين في مكة وفي المدينة وحتقدي المناسك إزاي وإيه المصاعب وحتدفع كام لكن لا تعتمد على فلان قال أو فلان عاد أو وصلت لي هذه المعلمات أنا بشكرك وإن شاء الله في ميزان حسناتك برضو المعلمات اللي قدمتها أنا النهاردة شكرا جزيلا لحضرتك ضفنا الكريم أستاذ إيهاب عبد العيل أمين صندوق غرفة شركات السياحة نورتني صباح الفل على حضرتك بسيط وبنأكد مع حضرتكم دايما أن الأمن عموما بيبدأ من حضرتكم سواء أن أنت تأمن النصابين تأمن التعدي على أموالك تأمن أي حاجة لازم يكون في ثقافة المراجعة لازم يكون عندنا فكرة أن أنا مهما كان الشخص اللي قدامي ثقة أراجع وأتأكد من المعلومة مش هيحصل حاجة في ناس كبيرة في السن لما بتسافر بتبقى أهلين وقصرنا يسافر يلاقي المسافة كبيرة وهو ما بيقدرش يمشي فبيبقى الموضوع عليه عبء مد كبير أنه يستقل وسيلة مواصلات أو بيبقى عبء معناوي عليه أنه هو مش قادر يروح في كل الفروض ومش قادر يروح الحرم في كل الفروض فدي بتكون أزمة كبيرة جدا بالنسبة له إحنا كناس مسؤولين عن الناس دي دلوقتي بنبقى هنا مش عارفين هو بيجراله إيه هناك فياريت قبل ما نصفر أهلينا الحاجة أو الحاجة قبل ما يسافروا المعتمر أو المعتمرة لازم نرجع لهم حتى لو هم مش ثقافتهم أنه هم يرجعوا دور الأبناء والإخوات والناس اللي لسه عندها الثقافة والوعي حية وكبيرة وسائل التكنولوجيا تقدر تراجع بعد المسافة القتل على الإنترنت وتشوف مسافته من الحرم قد إيه شوف بيبقى مكتوب كل الحاجات دي بتبقى على جوجل إيرت والحاجات دي بتبقى موجودة فحاولوا ترجعوا للخرائط دي وترجعوا للناس الثقة ورجعوا برامج الشركات لأن الشركات المحترمة بتقدم البرامج بتاعتها بكل وضوح السمسرة هي اللي ممكن يكون فيها بعض اللغط أو الغلط بكده قدمنا لحضراتكم معلومات عن الحج وعموما الفترة دي والعمرة وبعض الفصل إن شاء الله نلتقي بحضراتكم فيه ثقافة صباح دريم أحلى صباح من مصر